اشتركوا في القناة قال أسلمت لرب العالمين فملة إبراهيم عليه السلام الإسلام لم يدع سيدنا إبراهيم عليه السلام أبناءه دون وصية ووصاهم بها مرارا وتكرارا ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فوصية إبراهيم عليه السلام ويعقوب عليه السلام طوال حياتهما التمسك بكلمة الإسلام اللي هي أسلمت لرب العالمين والتمسك أيضا بكلمة التوحيد لا إله إلا الله والتمسك بملة إبراهيم عليه السلام فنحن ولله الحمد نؤمن بأن للكون خالق عظيم رب عظيم وإله عظيم هو الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير رب تتجلى فيه كل صفات الكمال والجلال والعظمة هل يعقل أن يتمثل الله عز وجل في سورة إنسان ويصار إنسان ويهزم من هذا الإنسان ده مذكور في سفر التكوين رقم 32 ومن صاراه الله عز وجل وفقا لهذا السفر هو يعقوب عليه السلام وهل يعقل أن يكون الله عز وجل رجل عجوز ذو لحية بيضاء كما يرسم في الكنائس حاش لله هذا لا يقبله طفل ذو فطرة سليمة ولكن اليهود والنصارى لوثوا هذه الفطرة باليهودية والنصرانية التي ابتدعوها ولم يكتفي اليهود بذلك فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ألست تعلم أن يعقوب يوم مات أوصى بنيه باليهودية فنزل قول الله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر